مشاهدينا يعني خلصت حلقتنا بس انا حابة اقولك تعاليلي كلمتين اتنين قبل ما اقفل الحلقة كله وهم فوهم خلصت العلاقة مدام انت واثقة ودرستيها وانا عارفة ان ما فيه الست يا صحابي يا ستات ما فيه الست بتقرر قرار ان انا لازم انهي العلاقة دي غير لما تكون شافت من العلاقة دي المر كله فانا عارفة خلاص الستات ما بتبيعش بسهولة مش بياعة فمدام خدتي القرار وقلتي انا تعبانة في العلاقة دي خلصت يبقى خلصت يبقى خلصت بكل حلوها وبمرها بذكرياتها ببابا غنوجها بسلطاتها بصوروا على التليفون بالشات اللي ما بينكوا بالاماكن اللي بيقعد فيها ما رحاش اي صحابه ما كلمهمش انا مشيت يبقى مشيت بكل حاجة ما سيبش ديول عشان ما عودش افكر والتفكير هيجيب وجع لانه اكيد وجعك عشان تاخدي القرار ان انت تسيبيه فوقي لنفسك وفكري في نفسك انت ارجاعي تاني ألبس وتقلق لو بتشتغلي وبطلتي أنزل أشتغل وشغلتي بازت وسبتها بقى لي سنين اروح أشوف شغلة تانية أنزل أثبت وجودي على فكرة الست مننا انا شفت مشاكل كتير اوي في حياتي انا ايمان لولا شغلي لولا شغلي وساحات كنت بقى نازل للشغل لليه نفسك كلم ولا صوتي طالع ومش قدرة ومش شايفة وتعبانة نفسيا بس والله الشغل بينسي وبيوقف الستة على رجليها وبتشوفي قدقين ناس مقدرينك وبتشوفي قدقين انت شطرة ونكحة انجحي وخليكي شطرة وشوفي بيتك وشوفي ولادك صدقيني مش هو بس اللي هيجري وهو بس اللي اندم يقول يا ريتني ما ستها هيجيلك العوض الحلو هيجيلك الراجل اللي يستهلك اللي مقدر قدقين انت حلوة مش حلوة بس من بره لأ من بره ومن جوه ووفي على رجلك ما فيش حاجة بتكسر اي ست يعني انا بنت مصر انا ضد الكسر ما فيست مصرية بتكسر مش حب ولا راجل اللي ينهي حياتك كلها بورق الطلاق او بانفصال لأ انزل واشتغل واجبر ودي ادي حب للناس وكل ما بتدي سعادة بتلاقي سعادة فيش حاجة سماها مفيش وفيش حاجة سانا بطلت أحب ربنا بيبعت لنا الحب في الوقت المناسب ربنا هيبعت لك العوض في الوقت المناسب اللي انت يكوني فيه مستعدة ذاكرتي كويس وذاكرتي نفسك انت كويس قبل ما تذاكر الناس اعرف احتياجاتك ايه عشان تعرفي تختاري صح اشتركوا في القناة